وفكرة جميلة هتعجبكم قوي لتوزيعات رمضان وتقدروا تعملوا منها مشروع ناجح جدا ان شاء الله في رمضان عشرين تلاتة وعشرين انا عن نفسي ما عملتاش رمضان قبل كده وكررت ان انا اعملها رمضان السنة دي وبالاخص بجد ان شكلها عجبني جدا والاحجار بتاعتها كانت قريدي موجودة عندي فكررت ان انا هستغلهم زي ما انتوا شايفين الكنز بتاع الاحجار دوت انا كنت زمان بشتغل في الاكسسوارات فكان عندي هنا احجار كتير اوي ان كنتش عارفة اعمل بيها ايه وصراحة جوزي من نفسه ان يرميها من البيت فانا اكررت ان انا استغلها المرة دي في رمضان السنة دي في رمضان واعمل فكرة جديدة بما ان انا عملت حامل المصحف السنة اللي فايدت فقلت ان انا اعمل له بقى السبحة بتاعته السنة دي وموضوع السبحة جماعة سهل جدا كاملوا معي الفيديو هتعرفوا كل التفاصيل بتاعت الفيديو دوت معكم تسبيح وتعالوا نبدأ نلعب مع بعض بالاحجار الجميلة دي طبعا الاحجار دي كلها يا جماعة من مصر الاحجار والعقيق بصوا كان يعني كان جاو طحفة ومجال حلو جدا حتى الاكسسوارات وبالزيت يا جماعة عملتوا استباح في رمضان هيبه حلو جدا حاولوا ان انتو بالاكتر تجيبوا المقاسة التمانية ميلي شايفين اللي هي البينك فرماضي دي مقاسة تمانية ميلي احسن من البوني والازرق بوني والازرق دول مقاسهم تقريبا اتوقع صنطي فلا التمانية ميلي احلى الاصغر متهايلي احسن اوكي طيب انا بعمل السبحة تلاتة وتلاتين حبية وبعمل الحبل بتاعي الاستك دوت بعمله شايفين اللي هو رقم واحد وطبعا فكرة بقى ان انتو تزوقوها ازاي فانا جايبة من الشايفين الحاجات اللي في الكيس دي انا مسارع لكم الفيديو علشان خطر فيه ناس ممكن ما تهتمش انها تشوف السبحة ازاي او عارفين طريقة السبحة فزاي ما انتو شايفين انا عملتهم اهو قدامكم بحط القطعة الدهبي دي فواصلة عاوزين تمنوا فواصل بقى كل حبية كل اربعة كل خمسة اللي انتو عاوزينه بتقسموها زي ما انتو عاوزينه وفي الاخر في النص بتروها عاملين اه قطعة تانية بيبنازل منها عليق عشان نقدر نركب المداليا بتاعتنا او الدلايا بتاعتنا طبعا فيه حبلة تانية اللي هو خطس النارة ده تقدروا تستخدموه وتحطوله افي ستوبر وحاجات كده بس دول الناس المتخصصين بقى ولا عاديين شغالين اكسسوارات بس مما اننا احنا مش يعني او او انتو مش بتاعتصوارات قوي وانا قريتزي بقى لي كتير جدا سنين ما اشتغلتش في الموضوع فانا ما كانش عندي دول وكررت ان انا اشتغل بالاستكل قدامكم دوت ونفع جدا وتمام انا اشتغلت بزيرو بوينت وان على اساسي بقوي ما يتقطعش معايا تخدوا بالكم من حاجة ان احنا في الاخر بعد ما هنخلص التلاتة وتلاتين قطعة ونحط كل الفواصل بتاعتنا هنعقده هنعقده لازم عقدة تكون قوية في نفس الوقت ما تشدوش الحبل نفسه لازم السبحة يكون فيها راحة شوية في الحبل علشان خاطر الانسان اللي هيجي يسبح ده ويحرك خرزة خرزة او حجرة حجرة بفي مكان لصباعه فاخدوا بالكم من النقطة دي علشان لو شدتوها هدوش هارف يعمل بيها تسبيح خلص خلاص تمام كده وبعد كده بنقفل العقدة دي التلات مرات فوق بعضها تبقوية قوي قوي ويزقوها تحت القطع اللي نازل منها الدلاية دي فكده العقدة بتاعتنا استخبت ودعا له بقى نعمل مع بعض قطعة الرزن بتاعتنا وده الالف الجديد اللي انا جبت وقلت ان انا استخدمه جايبه مخصوص علشان علاقات بتاعت الدلايات بتاعت السبح اللي انا نوي اعملها وكمان علشان اعمل منها مدليات وممكن مدليات لرمضاء ومدليات التوزيعات للمدارسين فالصراحة الالف ده جميل جدا طب يطروا جماعة الالف ده بياخد ادي الرزن انا عمدت معاكم في فيديو مخصوص عن ازاي نقدر نحسب الرزن كمية الرزن بالمية واكتشفنا ان القطعة الوحدة من الالف ده بتاعت تقريبا 7 جرام 8 جرام رزن فهنا انا كنت بوزن الرزن بتاعي اشان ابدأ اخلط طب احنا بنوزن الرزن ازاي الميزان بتاعنا مقفول حط على الكوباية فاضية كمية الرزن اللي احنا عاوزين نحطها وبعد كده نقفل الميزان نفتح الميزان نحط كمية المصلب المناسبة للرزن بتاعنا بمعنى ان ما فيش نسبة ثابتة كل نوع رزن وعنده النسبة الخاصة به والمصلب الخاص به كمان خلاص طيب بعد ما حطناهم بنبدأ نقلب الرزن بتاعنا ونقلبه بشويش جدا في اتجاه واحد علشان نتفادى ظهور البابلز بس وطبعا لو انتوا بقى في الشتاء زي طبعا تلوقتي فيه على جنب كده ليمين لو انتم شايفين فيه علبة كده فيها موية العلبة دي اجماعة فيها موية سخنة او دافية ميلة للسخنية انا حط فيها علبة الرزن ازازة الرزن نفسها علشان تبه دافية قبل شغري بساعة لربع وبعد ما هشتغل الرزن بتاعي واخلطه احط الكوباية دي كمان في الموية الدافية كده ديتين تلاتة ربع عشان اتخلص من اي بابلز وكمان انسي الرزن ان احنا في الشتة ويفضل حسس ان احنا في الصيف عشان يطلع بيال ما يباش فيه اي تلزيق ولا غيامة ولا اي حين بدأت اخلط هنا زي ما انتم شايفين بصوا انا قسمت الرزن وقد عادة بفكر الصراحة في الالوان وزي ما انتم شفتوا السبح اللي انا عملتها فانا طبعا عايزة عاملها الوان اي نوع الالوان اللي انا هستخدمه انا هستخدم الوان مايكا طبعا تقدروا تستخدموا الالوان نفسكم فيها بس انا بحب جدا الوان المايكا وهنا عملت اه ابيض مايكا وحطيته زي ما انتم شايفين في حاجة ان طبعا بصوا جماعة حاولوا تعملوا نص القلب نص الطبقة التلات تاربع اعملوا حسابين احنا هنحط كلمة وعايزين نحطوا فوقها طبقة رزن فلازم تعملوا حسابكم في الموضوع دوت انا عملت هنا الابيض علشان خاطر اليه الابيض في بينج وطلوقتي بعمل البني بس الصراحة الدرجة دي مدخلتش من زجي قوي وهبدأ العب في الدرجات شوية واغيرها انا كنت بحاول اقرب لأي درجة من درجات الاحجار بتاعة البني اه فحتى فيه معايا لون مخدر شوية هو دوت اللي هحطه بصوا حتى ازاي النطر وجاه على الابيض بس انا نضفته بعد كده بصوا هو اللي اخدر دوت لما حطيته على البني الورنج دوت غيرلي في اللون شوية بصة اعملها تاني اه زودت عليه شايفين لا اغدر في الدني شايفين درجة تانية زي فده المايكة يا جماعة تقدر وكل الالوين مشا المايكة بس تقدروا ان انتوا تلعبوا في اللون وتقلوا وتخففوا وتغيروا خلص وتعملوا ميكس حتى تقدروا تعملوا ميكس للباودر نفسه يعني تجيبوا علب تانية وتاخدوا من العلب وتعملوا ميكس درجاتي بعندكم كبير فكل حاجة نقدر نعمل انا صراحة بحب المايكة جدا من اللمعة دي انا بحبها الصراحة انتوا شايفين انا عملت كمان البني عارفين ميزة الالف دوت فكرة انه باخد ريزن قليل قوي فصراحة جميل قوي يعني لو انتوا بدقين في الاول ولسه في بداية بتاعكم لو جبتو هينفعكم جدا لان انتوا متخلين ان 7 أو 8 جرام ريزن ولا حاجة يعني بصوا انا كنتوا عايزة عامل درجة للازرق دوت فحطيت درجة تركواز وبعد كده حسن هي لأ هي قلبة تركواز قوي مش من درجات يعني مفيش حجرة اللون ده فهيب نافر قوي يعني ممكن تبدا لها نافر عليها فصراحة رح تحط عليها حبة ازرق ازرق وقعد تلعب في الدرجة غاية ما زبطتها طيب احط عليهم جليتر او كده تلواتي لا احط الجليتر في الطبقة التانية طبعا كلها تحور باية من اللي هو عاوز وينتحطو في القولة هتحطو في التانية براحتكم بس اهم حاجة لازم نلتزم بها ان احنا ما نحط الكتابة قبل ما تبقى الطبقة الاولى نشفت طبعا كل الناس هتكتبلي في الكومنت هي هي الطبقة الاولى هتنشف بعدها دي وقت احنا نحط الطبقة التانية بعد الاولى بقدي الموضوع دوت يرجع لنوع رزن بتاعك نوع رزن بتاعك هينشف وقت غير نوع رزن بتاعي وكمان الجو المنايخ اللي انتي قعدة فيه يعني لازم الجو ده هيفري يعني احنا في الشتاء نفس نوع رزن بينشف اكتر بياخد وقت اكتر في النشف عن في الصيف رغم ان هو نفس نوع رزن تهمت قصدي فمهم جدا ان انتي تلتزمي بنوع رزن بتاعك انتي يشوف الوقت بتاعه وحددي على كده بصنا عملت هنا الدرجة تانية كان بقيت رزن محتاجية ودخلت الدرجة بمعود ولتع دي وكده كده يا جماعة القطعة انتو شايفين ان الريزن كله بتجمع في النص عايزين نعمل بقى السبحة التالتة وانا عدت افكر صراحة اعمل ايه وفكرت اعمل فوش موف وفي الاخر قلب ده موف بس وتفرجوا وشوفوا انا عملت ايه طبعا محدش يا جماعة يتخيل فيه لون ده بكده في الكوباية ده لون طرق ان انتي تطلع ريزن نفسه من الكوبايات او ترمي الكوباية بس الكوباية الزغنطة دي انا كنت شاري اهم من عالي كسبريس من فترة ومشتريت منهم تاني فيعني مش يعني مش متبكة عندي كتير اوي فمش حب ان انا ارميهم فممكن الكوباية بستخدمها مورتين كده وبعد كده ممكن برميها حلوس زي انت شايفين انا عملت البينك دوت والموف او الفوشي والموف على اساس ان انا ادخلهم مع بعض مع جبنيش التراح وروح تعمل لهم مش عارفة هي لو كان معاها تريكواز كان ممكن يبقى حلو لا بس انا حسيت ان لا الموف مدي شكل حلو جدا معيها بصوا انا احبت جدا جدا فكرة الاحجار وفكرة السبحة والحمد اللي عجبت الناس كمان ومتهيال اني دي فكرة مشروع هيلة يا جماعة وغير كده ان لو انت طبعا تكلفة الاحجار عالية شوية لو انت حواليكم بس عاوزين الحاجة ارخص تقدروا تجيبو كريستال تقدروا تجيبو بقى خمات يعني طبعا تقدروا تنزلوا بمستوى الخمات على قدم هم عاوزين يدفعوا يعني العايز خمة حلوة هيدفع والعايز هدية بس الخمة على الدخص طبعا تقدروا تجيبو ممكن احجار ممكن كريستال ممكن حاجات كتير ونروح لمرحلة جميلة احتوالا نشتس من القطع بتاعتنا تانشف نروح بقى نبدأ نكتب على نقص الفنيل على جهاز الكريكت مايكر وانا عملتكم عنه فيديوهات قبل كده بصوا انا بحب صور هو بيقص صراحة انا هارفة ان انت ايني مش مستمتين في الهات دي بس شايفين الكتابات هيا يا جماعة شايفين طبعا الكتابات دي انا قريجي كتبها على الكمبيوتر عندي على الفوتوشوب وبعد كده وصلتها للبرنامج علشان اطبعها واللي عايز يعرف طريقة الكتابة العربي على الكريكت مايكر انا عملت فيديو عنها قبل كده ممكن اظهر لكم على جنب ان شاء الله ان شاء الله ياني افتكر وانا بعمل المونتاج خلاص بس زي ما انتو شايفين انا طبعا مهمة جدا 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 تكون الطبقة دي ولا بتبصم ولا طريقة هي ما تصلبتش بس في الاخر مش بتبصم عشان لو جيت وتحطوا نقل الفينيل دوت والطبقة اللي تحت لسه لازجة هتلاقوا النقل ده بيطلع بيها او السلو تاب او حسن ما انتو هتقولوا اي يعني بيطلع بالطبقة دي والكتاب هتبوز وكل حاجة مهمة جدا تكون نشف بصوا مهمة جدا برضو لما تقوم تعملوا كتابة فينيل او تطلبوا اردن من حد يعمل هولكم تكون كتابة خينة وواضحة لان مسلا فالاخر حافظنا صراحة مش واضحة نهائي لان القطعة صغيرة فانا شلتها وعملت بدلة يعني الالف دي بجد انا سعيدة جدا انا جبتو رغم انا لما جبتو انا جبتو على ستنة انا عاوز كتعة صغيرة بس لما جبتو قلت ايضا صغير جدا بس بجد طلع ده انسى بحاجة صحيح طبعا هتسألوني ده عرضه كام ده عرضه 4 سنتي 4 سنتي سيديكم ويجبكم والله شكيت هو 4 ولا 6 بس لا تقريبا 4 هينزلكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اللي بعد دوت ان شاء الله هيبقى مشتريات عليكس بريس الجديدة واللينك بتاعه هيبقى موجود في الفيديو كمان ان شاء الله تقدروا تشتروا ولو حد عايز لينك القلب دوت يا جماعة في الفيديو دوت اكتبوا لي بتاعت في الكومنتات وانا ان شاء الله هحط لكم اللينك بتاعه وتقدروا تشتروا من عليكس بريس بصوا انا هنا عملت حبة ريزن وحطتهم بقى في المي يلدف عملنا نفس الليلة علشان دي اهم طبقة اهم طبقة جماعة التدفئة دي تحصل للطبقة النهائية اللي هي بتلمع القطع بتاعتنا في الشتاء علشان تدينا اللمعة اللي احنا محتاجنا انا هنا بدأت اجيب الجليتر التحفة الجميل بتاع عليكس بريس دوت وبدأت اوزعه زي ما انتم شايفين كده بصوا في احتمال ان انا احط لكم اللينك بتاع القلب وبتاع الجليتر كمان لان الجليتر صراحة فزيعة وبتاع الجليتر بتاع عليكس بريس في بتاع الفيديو اللي هو صندوق الوصف احتمال كبير انا اعمل كده فبصوا بصة كده ونحط هلكم ماشي وهنا بدأت احط جليتر بس دهبي او الجليتر ده صراحة سعر علي سينة بس يهبل يعني انا نفسي نفسي اجيب كل الدرجات اللي عندهم بجد انا اجيبت حب يعني عندي حبة الوان منهم بس طبعا لا ما دارت اجيب كل اللي نفس في بس ل عندهم بجد درجات تهيب يعني بصوا بدا توزع هنا برضو درجات تانية طبعا لو انتم متابعين جدا اهلا بكم في القناة بتاعتي منوارين القناة يترى بتابعوني من اي بلد انزلوا تحت بسرعة اكتبوا لي بتابعوني من اي بلد تنسوش تعملولي لايك وتشجعوني واثبتوا وجودكم كده في القناة وقولولي انتم منين وكمان خدوا لفة حلوة كده في فيديوهات القناة بجد هتلاقوا تكنيكات وبتقارات واختراعات وكورس مجانا من الرزن وكل حاجة تتخيل وهاتلاقوها بجد القناة بالنسبة لكم هتلاقوها شكلهم يا جماعة طالع في وزيع البنك دي خطيرة والبني خطيرة والموف خطيرة واتريك واسبا عملتها باكتر حلوة جدا بس البنك رائيئ قوي يعني حاجة كده بتحفة يعني بس جبنا بقى اي الاحجار بتاعتنا والدليات عشان نبدأ نركبها متابعين الحلوين اللي دايما في ظهري نسنسوش تعملوني لايك وتشجعوني وتقولوني ايه رأيكم بقى في القطع دي والسبح الحلوة دي وتعالوا نكمل مع بعض تلوقتي شايفين المصامير دي جماعة اللي بتتركب في الرزن ففي القطع الرزن فانا جبتها علشان نشتغلها ودوت انا مش هستخدم ونستخدم معاكم ابرة عادية خالص تقدروا تسخنوا الابرة دي على النار بالولاعة بالطريقة اللي انتو عوزينها عشان تخرموا بس قبل ما نعمل موضوع دوت هنهدهن الاطراف بالدهبي والدهبي ده بوية جايبان من محلات الموان تعالبوية العادي وهدهن القطع بتاعتي من الجنب وعمل لها اطار وفيع كده خالص من فوق هايدي معانا شكل حلو خدوا بالكم برضو من حاجة لو اطراف القطعة بتعور او اي حاجة ان انتو تزبطوها بالميني كرافت علشان تبقى الدنيا متزبطة وما تعورش هاد دهنا شايفين هنا انا هبدأ الوين الاطراف بتاعتي دهبي خدوا بالكم من حاجة برضو انتو لازم ترجوا العبوة دي حلوة لانا ساعد ببل دهبي مكالكعة تحت ممكن طبعا عندكم مثلا اقلام ده بيدوكو الهي ما بتطلاش ممكن بقى كل احد يلوان بطريقة اللي هو عاوز وممكن طبعا تتسبوها من غير الوين لو كان الاطراف كمان شفافة يعني لو احنا كن عاملين لون في النص شفاف كان هي بحلوة قوي انتو تتسبوها من غير تلوين للاطراف فالموضوع يرجع لكم انتو اللي تقدروا تحددوا الالوان اللي انتو عاوزينها وطبعا علشان فيه ناس بتطعوا تسأل عن موضوع الفينيل لو ما عندكم ش الفينيل تكتبوا ازاي تقدروا تكتبوا بستيكر ولا عندكم ستيكر كمان تقدروا تكتبوا بالاكراليك الدهبي انا زمان كنت بعمل كده وكان الدنيا تمام اي نعم متعب اكتر والفينيل انضف وادك وكده بس ما فيش مشكلة لو مش متاح عندنا احنا نتصرف طيب تلوقتي بصوا انا هخرمها اهو وهنحط فيها المصمار دوت هنا فانا سخنت الابرة وروحت الدايسة وفي حاجة مهمة ان اعملوا الخرم دا معا والقطعة لسه يدوبك مطلعينها النهاردة يعني ما يباش بعد 3-4 سيام تكون تصلبت قوي عشان هي هتدخرم برضو بس دي هتبقى اسهل حلص الوقت انا جبت حبت بقى شرشيب عشان اختار الشرشيب الاستخدام صراح كنت عايز احط الدهبي دي بس ما نفعتش ليت دهبي ام معرفش اقول دهبي مخدر او دهبي مصفر انا عايز الدهبي المحمر اوكي فما عجبتنيش سرعة وغيرت رأيي اا قررت ان انا احط الوان تانية بصوا هنا انتو بتحطوا حلقة وتفتحوها طبعا ضهر الكتعة يا جماعة جاي فيه دهبي زي ما انتو شفت وكده بس انا بالقطنة فيها اسيتون همسح الظهر وهب ثمان خلاص ده انتو شايفين بتجيبوا الحلقة اللي هي اسمعها زرط اوكي بتتحركوا الادوات معاكم مرة يمين وتحطوا الحلقة التانية وبعد انت ترجعوا مرة شمال وتقفلوا القطع شايفين الشرشوبة دي تقدروا تأثروها من جوة تقدروا تشدوا القطع دي من جوة وتقدروا مصمار من جوة وتلفوه تركبوا منها وانا ده اللي عملتوا ان انا ركبت ايه مصمار هوا مقضوع في ايدينا هنا انا جيت بدأت ان انا هنا معنديش شرشوبة وبعد موقع تلكم الدهبي مش عاجبني عليها فكررت ان انا اخد كم حجرة منها واركبها جبت سلسلة ويبصوا جبتوا مصمار زي دوت بيتركب كده بجيب اداية دي والف ده الف كده لغاية مقفله وتب حلقة فوق المصمار حال وبعدين اجيب بقى السلسلة بتاعتي وافتح الحلقات بتاعتها زي ما قلت لكم بقديك باداتين مع بعض بالطريقة اللي انتي عاوزها وتروح مرجعها قفلها تاني وكباحنا كده ايه علقنا الحجرة نعلقهم كلهم في بعض ونعلقهم في السبحة نفسها في الدلية بس الفكرة كلها ان انا عاملة كل سلسلة مائز واحدة قصيرة واحدة طويلة واحدة من خير سلسلة خالص واحدة هركبها في حلقة تانية بحيث ان هما ينبوش نزدين كلهم صف واحد لا احنا عدنا طالعة نزلة بصو انا مش راضية ازود لكم اكتر وبطق في الحاجات بتاعة السبح والاكسسورات يعني بالاكتر انا التخصص او الناس بتفرج على الفيديو عشان ارزن لو حد عايز يشوف الحاجات دي اكتر تقدروا تبطقوا انتو الفيديو عشان تتفرجوا على الحاجات دي ابطق خلاص زي ما انتو شايفين كده انا هركبها وابدأ اركبها بقى في الحلقة الاخيرة بتاعتي هنا وقفلها بنفس الطريقة طبعا تتكيدوا ان الحلقات بتاعتكم مقفولة خالص وكده خلصناها وركبناها انا بعد كده هزود عليها حلقتين بني لان لقيت ان انا محطتش البني ليه بصوا النتيجة طريقة حلوة اوي زي وشكلها عجبني اوي وفي الاخر دول الاربع سبح اللي انا الاربع دليات واللي انا بجد عجبوني جدا يا ترى مين اكتر واحدة عجبتكم استنوا فيديو جديد سلامة